السلام عليكم ورحمة وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مع مسك الختام ربنا ينزقنا إياكم حصن الخاتمة ومسك الختام ولزة اللحظة التي نرقى فيها المولى عز وجل من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه والله يا جماعة لو عشنا على لا إله إلا الله يقينا وبحسن ظن بالله سبحانه وتعالى هنموت على لا إله إلا الله عيش لدينك وعيش لله وخلي حياتك كلها أسوتك وقضوتك فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقني هتعيش سعيد وهتموت حميد وتبعث يوم القيامة مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم فاكر لما النبي قال لفابت ابن قيس يا فابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأن تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك جميل أوي أن أنت تعيش حياتك كلها وشعارك قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين جميل أوي أني بقى في كل لحظة عندك إقبال على الطاعة عندك إقبال على اتباع سنة نبع السلام ولسان حالك وعجلت إليك رب لترضى أنا ما أقدرش أستنى أنا مشتاء للقائك يا رب العالمين عشان كده لقاءنا لله دي وإحنا قلنا هنده نمازك طور الشهر شعرنا اللي بنرفعه وماذا أعددت لها جهزت نفسك للقاء لو أسأل نفسك الآن قبل ما نبدأ الحلقة عايزك تسأل نفسك واسألي نفسك أنا لو موت دلوقتي ووقفت بين إيدين ربنا وسألني قدمت إيه لنفسك عبدتني فعلا ولا ما عبدتنيش قدمت إيه لدينك خدمت ديني بإيه إيه الخدمة اللي أنت قدمتها عشت مسلم ومت مسلم لكن قدمت إيه لدينك الجميل ده حسيت بقدر هذه النعمة حسيت بقدر الإسلام ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي قطأ الثرية دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لنبي ما تصلى على أحمد صلى الله عليه وآله وسلم جميل أو أن أنت تعيش لدين الله سبحانه وتعالى ولخدمة دين الله تعالوا نشوف المثال الجميل وإحنا قلنا هندي نمازك جميلة لناس ربنا رزقهم مسك الختام عشان نشوف عمله إيه ونختار وننشن ونتمنى ونشتهي واحد فينا يتماني يقول يا رب يا رب رزقني يا رب ميتة تنحسنة يا رب رزقني الميتة أموت وأنا ساجد والثاني يا رب رزقني الموت وأنا يعني بقرأ القرآن والثالث يا رب وأنا بطف حولين الكعبة والرابع وأنا بقبل إيد أمي والخامس وأنا يا ربي بقدم مالي اليتيم ولؤمة لليتيم والخمسة تقول يا رب رزقني لزة الموت وأنا لب سحجابي والخامس والسادس والسابع كل واحد يتمنى مسك الختام ومسك هيفرق عن مسك لكن في النهاية هو مسك برضو ربنا يرزقنا وإياكم مسك الختام ضفنا للادي هو الصحابي الجليل جليبيب جليبيب رضي الله عنه وارضاه في يوم من الأيام كان حزين التارى كان حزين ليه؟ هتعرف دلوقتي رح للنبي صلى الله عليه وسلم ويبخته يعني يوم يزعل يروح للنبي فرح للنبي وقال له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله شو بقى الحوار يعني اللي يضمي القلوب بيقول له يا رسول الله شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل دمامة خلقتي هو كان دميم الخلق رضي الله عنه أرضاه فهل دمامة خلقتي تمنعني من دخول الجنة فغضب النبي وقال لا لا تمنعك من دخول الجنة فقال جولايبيب فلما لا يزوجني أصحابك كلما خبط على باب واحد عشان يجوزني الباب بيتقفل وما حدش عايز يجوزني فالنبي لما سبع منه كده قال له اذهب إلى بيت فلان وقاله يعني وحدة أخت فاضلة ما شاء الله من خيرة الأخوات اللي تحمل كتاب الله سبحانه وتعالى وعرفة يعني بيت ما شاء الله يعني فقال له اذهب إلى بيت فلان وكله رسول الله يأمرك أن تزوجني ابنتك فذهب جولايبيب إلى بيت هذا الرجل وطرق الباب ففتح فأول ما شافه يعني حصله شيء من الغضب قال ماذا تريد قال رسول الله يطلب ابنتك فتبسم وقال نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله واحنا نلاقي زوج لبنتي أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنه لا يريدها لنفسه قال فلمن فقال يريدها لي فقال الرجل ولم يتمالك نفسه قال أما وجد غيرك يعني شو سبحان الله ما قدرش حتى يمسك نفسه ويقول كلمة كده قال أما وجد غيرك وإذا بأم الفتاة داخل البيت تقول من على الباب قال جليبيب قالت وماذا يريد جليبيب قال يخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد ابنتك قالت نعم ونعمة عين وهل لنا بغير رسول الله قال ولكنه لا يريدها لنفسه قالت فلمن لأبي بكر أم لعمر أم لعثمان أم لعلي أم لمن قال بل يريدها لجليبيب فقالت المرأة نفس الكلمة أما وجد غير جليبيب أما كان أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي وإذا بتلك الفتاة المباركة الميمونة التي ترفض أن تخرج عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد أنم ل فقالت ماذا تصنعان بتكلم أمه وأبوها ماذا تصنعان أنت تتأمل وإيه أترداني أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعاني إليه فإن الله لن يضيعني يا الله فتاة تعلم أن العريس اللي متأدم لها دميم الخلقة لكنه رجل مؤمن رجل فاضل فتقول طالما النبي أمر بذلك خلاص ثم قالت وأين أنتما من قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم أخت الفاضلة لو كنت مكانها كنت هتعملي كده ولا كنت تقولي لا طبعا ما اتجوزه اتجوزه إزاي دم مكانش يبقى شعر أصفر وعيني خضراء ويعني منظره كده ستايل يعني أنا راح أدعهات في النفس بالحياة سبحان الله شوفوا بقى الامتثال لأمر الله ولأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يثمن الإنسان الخير والسعادة في الدنيا والآخرة هو اعتنسه وماذا أعدت لها وهو اعتنسه الهدف مسك الختام فقالت الفتاة قد وافقت على أمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب جولايبيب ليبشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتاة وفقت فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لترك الفتاة بكل خير جولايبيب كان فخير جدا هيجهز بقى عشة زوجية عشة زوجية بقى مش زي بحنا فاكرين يعني مش صالون وأنطريو مكيف وديب فريزر ومش عارف ايه وعربية يعني مش عارف عاملة ازاي أبدا حصيرة وصحفة وشاملة وإبريق ويعني حاجات حاجات اللي احنا بننميها يعني سبحان الله وبدأ عايز يجهز بقى العفش بتاعه فراح عشان يشتري فسمع منادي الجهاد في ليلة أحد ينادي يا خيل الله اركبي يا خيل الله اثبتي كان مخير حبيبي بن حكتين بالإنه يروح يجاهز عدة الجهاد اللي هيجاهد بها في سبيل الله سبحانه وتعالى وبالإنه يجاهز عشة زوجية وما سدق إن زوجة فاضلة وجميلة ودينة وختمة الكرآن وماشاء الله أختي من بيت فاضل هتقردت إنها تتجوزه فكان مخير بالأمرين إما إنه يتجوز بقى ويعيش زيه زي الناس كلها وإما إنه يروح يجيب السيف والدرع والرمح والسهام عشان يروح يجاهد في سبيل الله فآثر أن يجاهد في سبيل الله خايف إن النبي يرده لإن النبي أزل في اليوم ده نروح يتجوز خاف إن النبي يرده فعمل إيه؟ فرح متلثم عشان محدش يعرف إنه هو جوليبيب خارج جوليبيب رضي الله عنه أرضاه ودخل في غزوة أحد وقاتل قتالا شديدا حتى قتل وإذا بالنبي بعد الغزوة قلبه حاسس صلى الله عليه وسلم طبعا فراسة النبي ليس بعدها فراسة صلى الله عليه وسلم حاسس إنه جوليبيب ده النوعية دي من الناس لا يمكن أبدا يروح يكونوا تجوز وسبب المعركة والجهاد فقال للصحابة هل تفقدون من أحد من اللي قتل في غزوة أحد ها قلوا أسماء الناس اللي قتلت قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا مرة تانية هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا وفلانا في المرة التالت قال هل تفقدون من أحد قالوا نفقد فلانا وفلانا قالوا ولكني أفقد جوليبيبا يا الله النبي ما ينساش أصحابه أبدا يا جماعة النبي كان قعد مرة في المسجد بيصلوا ويتدور أين الثابت ابن قيس قالوا يا رسول الله لا نعرف فرح منادي على سعد بن عاز أنت جاري الثابت ابن قيس قال أجل قال هل به من مرض قال لا يا رسول الله قال إذن فاذهب إليه وأقرئه من السلام وقول ما الذي يجعلك تعتزل مسجدنا بقاله أربع خمس تيام ما بيجيش فراح سعد بن معاذ لثابت بن قيس قال يا ثابت رسول الله يقول لك السلام ويقوله ما الذي يجعلك لا تأتي إلى مسجدنا فقال شرن يا سعد قال ما هو قال نزلت تلك الآية وكان ثابت بن قيس كان خطيب النبع السلام كان هو لما بتجي الوفود كان يوم يخطب وكان صوته جهوري وقوي جدا وجميل جدا ومؤثر جدا فكان صوته بيعلى فوق صوت النبي غزب العلم ده بيخطب ونزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعروا فقال إذن فقد حبط عملي وأنا من أهل النار فعاد سعد بن معاذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إنه يقول وهكذا فقال ارجع فكله لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة يا الله واللوية عند مسلم في روية أحمد إن الثابت بن قيصر راح جاي بقى للنوع السلام وقال يا رسول الله قد حدث كذا وكذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأنت موت شهيدا وأنت تدخل الجنة قال أجل قال فذلك لك فعاش حميدا وقثل شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة بوعظ الصادق الذي لا ينطق عن الهواء النبي ما ينساش حد أبدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني أفقد جليبا فبحثوا عنه بين القتلة فوجدوه قتل سبعة ثم قتلوا فبكى النبي ونظر إلى جليبب وقال قتل سبعة ثم قتلوا هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه هذا مني وأنا منه ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال ابن مسعود والله ما تمنيت الموت إلا في تلك اللحظة حتى يدفن للنبي صلى الله عليه وسلم وأفوز بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام النبي ودعا لتلك الفتاة المباركة التي وفقت على تلك الزيجة وقال اللهم صب عليها اللهم صب عليها العيش صبا صبا ولا تجعل عيشها كدا كدا يقول رو الحديث فكانت من أغنى نساء المدينة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شفت خاتمة السعادة جليبيب النبي بنفسه خده على قديه ونزل دفنه ودعا له دعاء طويلا صلى الله عليه وسلم دي ثمرة من ثمرة الاستجابة الاستجابة ما احنا يسا من قول شعرنا يا جماعة وماذا أعددت لها استجابت الأمر ربنا ولا ما استجابتش استجابت الأمر نبينا ولا ما استجابتش لما جاءك الأمر من عند المولى عز جل ما تشربش الخمر شربت ولا بطلت لما جاءك الأمر من عند ربنا ما تتعاملش بالربة سحبت فلوسك من بنك ربا وحطتها بالبنك إسلامي ولا برضو مصر لإنك سمعت واحد آلف مرة إن الربة حلال لما جاءك الأمر إن انت ما تتخشت صاحبة ولا صديقة والعشيقة والكلام ده كله اتخلصت من الكم بوي فرند والجل فرند اللي عندك ديت وخلاص تبتي إلى الله صفحة أقولت خلاص أنا مدومت أنا بحب هذا الأمر يبقى في الزواج الحلال الذي أحله الله عز وجل واجوز بنيت إعفاف أخت مسلمة وإن ربنا يكرمني بزرية صالحة تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ويباهي بها النبي الأمم يوم القيامة نيات جميلة وعبادات جميلة النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي بضها أحدكم صدق قالوا يا رسول الله أأتي أحدنا شهوته ويكبد له بها أجر قال أجل أرأيت إن وضعها في الحرام أكان عليه بها وز قال بلى قال كذلك إذا جعلها في الحلال كان له بها الأجر حبيبي في الله ده أمر ودي استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا يا مؤمنين استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم يا الله أصل الجنة ملاجر طريق واحد ملاجر من الطريق هي طريق واحد بس إيه هو الطريق ده طريق واحد بس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سيدنا بن مسعود يقول خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما ثم قال هذا سبيل الله مستقيما ثم رسم خطوطا عن اليمين وعن الشمال وقال وتلك السبل ما من سبيل منها إلا عليه شيطان يدعو إليه سبيل الزنا شيطان عليه بيدعو إلى الزنا سبيل الخمر شيطان بيدعو إلى الخمر سبيل التبرج شيطان بيدعو إلى التبرج سبيل الرب شيطان وهكذا ثم قرأ النبي قول الرب العلي وأن هذا صلاة مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لا يمكن حد أخوي وحبيبي وأخت الفاضلة لا يمكن حد يخش الجنة إلا إذا أطاع النبي صلى الله عليه وسلم دي معروفة كده شوف إحنا قدينا شوفنا خاتيمة السعادة شوفنا مسك الختام لسيدنا جولايبيب عايزك تقلل سيدنا جولايبيب كان قدامه أن يتجاوز وفرصة عمره زوجة جميلة دينة من أسرة طيبة متدينة ختمة القرآن عرف سنة النبي عليه السلام عرف حق الزوج إنسان من بيت فاضل والنبي اللي من أهله ورغم ذلك أثر أن يجاهد في سبيل الله وأن يهرى قدمه في سبيل الله مع أنه يتزوج زوجه وما سدق أن يلاقي واحدة توفق عليها مين يعمل كده مين يستجيب الاستجابة السريعة دي نهاردة تسمع حي على الصلاة حي على فلاح أقوم ولا ما قومش طب الأكل أصلي الظروف سبحان الله لكن مين اللي بقى يمتسل قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت كرة عيني في الصلاة أول ما يسمع الأذان والله من قبل ما يسمع الأذان اللي بيحب ربنا وبيحب يقف من إيدنا ربنا يسأل العصر بيدنا كام 4.5-4.3 أنا يكون في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان براءة من النفاق وبراءة من النار سيدنا سعيد بن المصيب رحمة الله رحمة الله وساء سيد التابعين بيصلي بيقول صليت خلف الإمام 40 سنة لم تفتني تكبيرة الإحرام 40 سنة يا جماعة مش 40 يوم 40 سنة خلف الإمام لم تفوته تكبيرة الإحرام رضي الله عنه أرضا يبقى إذن الاستجابة وما فيش للجنة لطريق واحد حبيبك صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند البخاري كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبا كل أمتي كل المسلمين هيخش الجنة إلا بس صنف واحد إلا هيرفض اللي مش عايز الجنة قيله ومن يأبا يا رسول الله في حد يرفض يخش الجنة قال من أطاعني فقد من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبا يا الله والنبي صلى الله عليه وسلم يقوله كما عند التلمذي بسند صحيح خب بالك من المنامل والرؤية الجميلة التي رأاها النبي صلى الله عليه وسلم واطلع منها فايدة جميلة أوي أن أنت تمتسل أن أنت تمتسل أمر الله وأمر رسول الله وأن أنت تسارع أول ما تسمع عالم العلماء شيخ من المشايخ داعية من الدعاء سمعت منه كلمة النبي كان بيعمل كذا نفذ نفذ وغلو على الأبتك سبحان الله سيدنا عبدالله بن عمر في يوم الآن كان ماشي مع الصحابة في سفر من الأصفار وهو مسافر جيه عندي حجر معين وخلى الدب بتاعته بنواق بتاعته تلف حوالي نفسها تلات مرات ويجي عندي الصخرة دي وينزل برجله اليمين ويصدركتين والصحابة وقفين مستغربين مش عارفينه بيعمل كده ليه فبعدما سلم قال لهم قد رأيت عشبكم أنا شاف أن أنت مستغربين ولكني كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا المكان في المكان ده بالضبط فرأيته فعل مثل ما فعلت فأحببته أن أتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن أفعل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بقى عبدالله بن عمر فاكر من عشر سنين أن النبي كان في الحتة دي وصلى في المكان ده فحبه يصلي في المكان ده مع أنها ما يشلنا ده هي وافقت بس أن النبي كان في المكان ده وحبه يصلي نزل يصلي فحبه عبدالله بن عمر يقلد النبي في كل صغيرة وكبيرة رضي الله عنه وأرضاه اسمع النبي بيقول إيه كما عند التنمزية بسنة نزعية قال رأيته في المنام كأن جبريل عنده رأسي وميكايل عنده رجلي فقال أحدهما لصاحبي اضرب له مثلا اضرب إيه له مثلا فقال اسمع سمعت أذنك وعقل قلبك إنما مثلك ومثل أمتك خبارك من مثل بقى العالدة إنما مثلك ومثل أمتك كمثل ملك ابتنى دارا بنى دار كبير أول ثم جعل في تلك الدار بيتا ثم أعد مأدبة مائد الطعام ثم أرسل رسولا يدعو الناس إلى طعام فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من أبى بقى تفسير رؤية ايه قال جبريل فالله هو الملك فالله هو الملك والدار هي الإسلام والبيت هي الجنة البيت هو الجنة وأنت يا محمد رسول صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها الله يا طالح هتخش البيت ويا طالح هتخش الدار ويا طالح هتطيع كلام النبي واتخش الجنة وتأكل ما في الجنة أمس ترفض وتبتعد عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المولى عز جل يقول وإن تطيعوه تهتدوا علق الهداية على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكان هذا الفهم متأصلا عند الصحابة فقد ورد عند مسلم عن ابن مسود قال ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم أي والله احنا كنا فين يا جباة من غير سنة النبي ده احنا ولا كان لنا قدر ولا قيمة ولا أي حاجة عايزك طول ما احنا مشين بنتكلم عن الاتباع وسنة النبي وطاعة النبي ما تنساش المسل مسك الختام جولايبيب اللي فضل ان هو يموت شهيد عن انه يكون عريس وينم مع زوجته وعيش أجمل ليلة في حياته استجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو تركتم سنة نبيكم لا ضللتم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسنة الصعي تركت فيكم ما ان تمسكتم به فلن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي وإنهما لن يتفرق حتى يرد علي الحوض شو بقى نمازج الجميلة في حياة الصحابة كلها نمازج الطاعة والاتباع لرسول الله دون ان يضعوا الموضوع على مسألة بقى نقسها بالعقل نشوف بقى الكلام ده يناسب ولا ما يناسبش طب حجاب قصدين يحرق الظروفه وجوازه طب والعريس هشوفني ازاي أطيع الله وأطيع الرسول صلى الله عليه وسلم وربنا هيكلمك بأفضل زوج في الدنيا كتير من الاستغفار كتير من البنات وادعي لربنا يا زوجنا بزوج الصالح هدعي لك لكن انت كتير من الاستغفار اتبع النبي أطيعي أمر الله وأمر رسول الله لأ وربنا هيكلمك مش ربنا هلقال كده ومن يضطقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تبقى قاعدة لانت منتظر عريس ولا عامل حسابك في عريس وتلاقي العريس جهالك وتلاقي أفضل إنسان وأحسن إنسان في الدنيا وجهالك وطرق الباب وهو اللي عايزك وهو اللي شريكي شوف سبحان الله الطاعة والتقوى قد ايه جميلة ازاي شوف سيدنا موسى عليه السلام لما راح لابنة راح لراجل صالح من مدين وسقى للبنتين وجاب لهم المية وعمل كل دوة ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى ربنا أكرمه بسبب التقوى ديت ربنا أكرمه بايه بعروسة ووظيفة سبحان الله البنت اللي ابنة باقعة اللبن اللي امه قالت لها يا بنيتي هاتي الماء حتى نمزق اللبن بالماء قالت يا أمه إن أميرة المؤمنين عمر نهان عن مزق اللبن بالماء قالت وما يدرى أمير المؤمنين عمر إنه الآن نائم في فراشة قالت البنت يا أمه إن كان أمير المؤمنين لا يرانا فرب أمير المؤمنين يرانا فكانت النتيجة أن ربنا أكرمها بعروسه مش أي عريس ابن أمير المؤمنين عاصم بن عمر اتجوزته أنجبت له بنت سمتها ليلة وكنتها بأم عاصم ليلة وأم عاصم اتجوزت حاكم مصر عبد العزيز بن مران فأنجبت له الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز الذي ملأ الدنيا كلها عدلا وزهدا رضي الله عنه ورضاه هي ديت ومن يتق الله يجعل لهم مخرجا ويرزقهم الحيث لا يحتسب إوى عن إنسى وماذا أعددت لها جاهزوا نفسكم زبطوا نفسكم شوف جوليبي بعمل إيه ويعمل زيه اتعارض عليك زوجة وانت محدش أصلا مفيش حد فتح لك باب الكل رفضك وربنا يصل لك بزوجة صالحة في نفس اليوم يا خيل الله يركب رحت وضحيت بنفسك وحياتك ابتغاء مرضات الله وما دخلت شعز زوجة جديد عشان ربنا يكرمك إن شاء الله بـ 72 زوجة من الحور العين وده وعد الصادق صلى الله عليه وسلم حينما قال للشهيد عند ربيه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحل حلة الإيمان ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويلبس تاج الوقار الياقوطة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها ويشفع فيه سبعين ويزوج من 72 زوجة من الحور العين ويشفع فيه سبعين إنسانا من أهل بيتي ليدخلوا الجنة يا الله إيه الجمال ده كله إيه النعم ده كلها الاستجابة لأمر الله ولأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفوا زينب بنت جحش رضي الله عنه وأرضها لما أراد النبي أن يحطم الطوابق الفارق الطباقية اللي موجودة في المجتمع مفشح اسمها غني فخير إن أكرمكم عند الله أتقاكم عرض عليها مولى من الموالد زيد بن حريث قلت لأ طبعا زينب بنت جحش رمين ده بنت عمة النبي الحسيب النسيب الجميل القراشية الوضيئة الغنية التي يتمنى كل حسيب ونسيب فنزل قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيرة وأمرهم فقالت أترضاه لي زوجا يا رسول الله قال أجل قالت إذن فقد رضيته لنفسي بما رضيه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فت زواجها زيد وبعد سنة الله فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات فلما قضى زيد منها وطلا زوجناكها فجاء الأمر بزواجها كانت تجلس مع زوجات النبع السلام تتفاخر عليهن وتقول زوج كن أهالي كن أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات الله أكبر سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه في يوم الآن يسمع النبي جوه المسجد بيقول اجلسه فجلس ابن مسعود سمع الأمر فين هو بره في الشمس فجلس في الشمس فلما انتهى النبي من الحديث خرج قال ما الذي حملك على ذلك ابن مسعود قال سمعتك وأنت تقول اجلسه فكرهت أن أخر أمرك يا رسول الله أنا قاعد في الشمس بره لأن انت قلت اجلسه وأنا سمعته وأنا بره مع أنه كان ممكن يخش جوه لكن لا أدبا مع رسول الله أخيرا أخوي وحبيبي عشان بطولش عليكم بالله عليك تخيل أن النبي بيخبط على بابك اللي لادي ووعى تنسى وماذا قعدت لها ووعى تنسى مسك الختام تخيل لو النبي دخل بيتك هيصر بيك وبمنظرك وانت قاعد في البيت ما شاء الله عبادة وصلاة وذكر لله وتسبيح وتهليل وقراءة القرآن وتفكير وتحضير للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وحياتك كلها طاعة الله ولا يخش يلقى منكرات وبلاء وبعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى ووقت الصلاة اللي بتنزل تصلي ولا بحجب براتك ولا بيتك في أي حاجة تدل على أن ده بيت إنسان مسلم متابع للنبي عليه السلام تخيل بقى ساعتها ممكن تفوز بمسك الختام ولا النبي يقول لك صحقا صحقا وبعدا بعدا